اعتقدت انها اغلقت البث المباشر ولكن المفاجأة يقوم الكثير من الاشخاص بعامل بث مباشر مع متابعيهم او المهتمين بما يقدموه ولكن الكثير من المواقف تحدث ولا يستطيع صاحب البث المباشر معالجة الموقف لانه يصور على المباشر للاخرين فالبعض منهم يسقط على حيوانه او يسبب حريقا في المنزل والبعض الاخر ينسى تماما انه قام بتشغيل البث المباشر واليوم سنستعرض بعضا من هذه المواقف ولكن قبل ان نبدأ ادعمنا بلايك للفيديو واشترك بالقناة ولا تنسى الاهم تفعيل زر الجرس هناك الكثير من المشاهد المتكررة مثل هذه الفتاة التي كانت سعيدة للغاية لدرجة انها سقطت من على الكرسي من كثرة الضحك والاستمتاع ولا تدري ان كل هذا مصور للاخرين على البث المباشر هذا كايل واحد من بين اكبر المشهورين الذين يقومون بالبث المباشر وفي احدى الحلقات في اليابان طلب من فتيات يابانيات قول جملة غريبة وغير مقبولة اخلاقيا ولكن الفتيات نظرت على الكاميرا بشكل غريب وقرروا الانسحاب من البث بشكل جعله في موقف محرج للغاية هذه الفتاة احتاجات استخدام منديل اثناء البث المباشر قامت بهذا بشكل عفوي وتلقائي ورمت المنديل بجانبها مما جعل المتفرجين يجمأ الزون ويخرجون من البث مما جعلها في موقف لا تحسد عليه فبدأت بالضحك لتخفي الموقف المحرج الذي وقعت به والان مع ثلاث فتيات نسينا انهن يصورون على البث المباشر وعرضوا اجزاء من اجسادهم بشكل غير مفهوم واعتقد ان هذا غير مقصود والاكثر يرى انه لم يكن بدراية ان البث قد بدى ليشرع باتخاذ موضعيات من اجل زاوية التصوير فقط لكن الامر بدى غريبا للمشاهدين وفي هذا الفيديو سوف نرى انه ليس من الافضل لعب جي تي ايف عيف على المباشر لإمكانية ظهور بعض المشاهد المخلة كما في هذا المشهد وفي هذا المقطع نعرض لكم امرا تتعرض له الكثير من الفتيات اثناء القيام باي امر فالسيدات من اكثر الكائنات التي تسقط على كوكب الارض ولكن ان تسقط امام الجميع في البث المباشر وليس ذلك فقط انما ان تسقط على قطتك اللطيفة في مشهد مضحك للغاية قررت هذه الفتاة ان تعطي مشاهديها درسا في اصلاح الاجهزة والاسلاك الكهربائية قامت بذلك على البث المباشر والان حان وقت التجربة يبدو انها سببت حريقا بمنزلها بالكامل ظهرت الكثير من الطيور في الافلام والمسلسلات المشهورة ويبدو انه نوع من جذب المشاهدات ان يكون لديك بعض الحيوانات الاليفة والطيور بجوارك اثناء البث المباشر ولكن المثير اكثر هي ان تلبي احدى هذه الطيور نداء الطبيعة وتجعل الفتاة في موقف محرج للغاية ويبدو ان هذه الفتاة لم تكن تدرك انها على الهواء في الوقت الذي كانت تقوم ببعض الامور الشخصية لتدرك في الاخير انها على البث المباشر مضحك حقا ربما قد يكون احد منا قد تعرض لهذا الموقف فالشجار بين الاب والام شيء طبيعي ان يحدث بين الحين والاخر ولكن المشكلة يكون الابن على المباشر ولتصبح كل المشاكل التي بين الزوجين منشورة على الانترنت وهذه ايضا لم تكن تعلم بانها اشعلت الكاميرا وبقيت تحضق في المكتب وبقيت تحضق في المكتب والحاسوب معتقدة ان الارسال لم يبدأ بعد هذا الفتاة الكوري يعمل لايف ولم يدرك ان سماعات الرأس التي على رأسه لم يتم توصيلها بالحاسوب وبينما هو يلعب ويتلقى تبرعات يصدر حاسوبه نغمات ازعجت الموجودين بالغرفة ليقوم شخص بتنبيهه بذلك قام هذا الشخص بتشغيل احدى الموسيقى الحماسية ووضع سماعة الاذن ويبدو ان الحماس زاد عن حده فبدأ بالرقص والتمايل وظن الاخرين يسمعون ما يسمع وما يفعل في بعض اللحظات واخرج اصوات غريبة مما جعله يبدو غريب اطوار اذا اعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة كما يمكنك تفعل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون اول من يتوصل بجديد الفيديو هات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة